السؤال الثاني دي با دا مالوش علاقة بالقمار خالص ويدوات بيع وشراء جائز وليس فيه شيء السؤال الثاني بيقول لي احدى شركات احدى شركات المعروفة جدا بتقرد تأمين ضد مخاطر الحوادث بشرط مثلا دفع 150 جنيه في السنة ولو حصلت حادثة لو حصلت حادثة بيدفعه 5000 جنيه ولو حصلت لقدر الله وفا بيصرفه لصاحب التأمين مبلغ 75000 جنيه رأي الشرع ايه رأي الشرع ان دا شكل من اشكال التأمين واثير قضية التأمين من مدايات او بعد ممر عقد من منتصف القرن الثاني من القرن العشرين يعني الستينات والسبعينات وانت طالع كده ليه بقى؟ لانه بقى فيه تأمين والتأمين ده معناه ان لو حدست اي شيء يستوجب الضمان احناه على طرف الثالث الطرف الثالث ده هو اللي بيدفع المقابل بيدفع الضمان طيب هو السؤال العلاقة ما بين الشخص وما بين دافع الضمان ده ايه موجيز مش هو اللي حصل منه الشيء السيء ده قال له لا عدنا نفكر هو عقد التأمين ده ايه من العقود الموجودة قال لك لا ده يبدو انه عقد جديد يبدو انه عقد ايه جديد ليه عقد جديد؟ مش شبه العقود السابق يعني هو مش عقد ضمان خالص ولا هو في نفس وقت عقد تبار عقد هبة وما لقى قاله واضح ان العقد ده في نوع من انواع الكفالة ان الناس كلها بتحط الفلوس بتاعتها في وعاء كبير كده بيصطلح على تسميته في الاقتصاد بول نحط كل فلوسنا هنا كده بشكل تكافلي نحط الفلوس كلها في هذا الاناء ولما حد يحصل له الحادث او يحصل له الموت ايه اللي حاصل؟ نطلع من الفلوس اللي حطناها كلها هنا ونديله الفلوس دي واحنا كده عملنا ايه؟ ساعدناه على انه يتجاوز محنته او ساعدناه على انه يتجاوز المرحلة اللي هو فيها دي طب وده يعمل ايه بقى؟ يعمل الناس تقدر تتحرك في الحياة وتحس انه في امان وتحس انه تقدر تعيش لكن ده لو حصل ايه الضرر اللي عاد على الناس؟ نفيش ضرر نفيش ضرر عاد على حد طب فيه نفع؟ فيه نفع طب اللي حاصل ده التأمين ده بقى اللي هندفع اقصات شهرية ولو حصل مشكلة هناخد المقابل ده هل ده بشكل واضح يعني؟ فيه حاجة تفسد السوق وتعطى الحركته بالعكس ده وجود طرف تالت بنحط الفلوس عنده ويساعدنا ان احنا نتجاوز عثاراتنا ونتجاوز المحن او نتحاج جاوز الاشياء الازمات بتاعتنا ده بيخلينا نستمر في العمل نستمر في العمل بشكل واضح ونستمر في العمل بشكل متزم وشكل مستمر يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى اول حاجة ما فيش نص شرعي بيمنع من هذه المعاملة اللي هي التأمين طب الحياة التانية ده بيحافظ على التزان السوق ولا بيهدد للسوق لا بيحافظ على التزان السوق طب فيه مصلحة للمتعاملين لشركة التأمين وللشخص المؤمن اه طبع قال بس ده بيأمن على الحياة لا لا ده هو ده طلب للكفالة عند حدوث الاضرار لكن هو مش بيأمن حياته يعني مش بيدفع فلوس التأمين ده عشان لو حصله ان حياته ان هو مت يبقى فيه حد بيضمن له حياته ما حدش قد كده خالص في التأمين ده هو بيتعامله مع الاثار الاثار مترتبة على ايه على الحوادث اللي بتحصل للناس وهو ده اللي خلنا قلنا ان هو تكافل ان هو بيتعامل مع الايه مع الاثار الشديدة اللي بيتعرض ليها الناس وعشان كده ايه اللي حاصل هذا ليس من قبيل عقد المعاوضة ان انا بدفع حاجة ولازم اخد حاجة اقصدها لا ده احنا بندفع كلنا ولما يحصل لنا حاجة بناخد الفلوس اللي هي فلوس التأمين دي وده من قبيل الكفالة من قبيل التبرعات وليس من قبيل المعاوضات ولذلك يجوز ان الانسان يشترك في مثل هذه المعاملات بشكل بشكل اجمالي انا مشوفناش العقد اللي فيه ده لكن على الوصف المذكور هنا لان العقود في بعض الاحيين بيبقى فيها معاملة اضافية مع المعاملة دي لكن كده يجوز ان الانسان يضع اموال بشكل اقصاد وبشكل نجوم في هذا العقد الذي يسمى بالتأمين وما اخذه من المال سواء في حالة الحوادث او في حالة الوفاء فهو حلال وليس فيه شبه